طيب الساعة اللي فاتت صحب جنوب أفريقيا قالت أن الزمالك وضع بيتسو موسماني بيتسو موسماني من ضمن المرشحين لتدريب الفريق لكن مصدر في نادي الزمالك أكدنا في رقم 10 عدم وجود أي مفاوضات في الفترة الحالية مع بيتسو موسماني وأن طرح اسم الزمالك فقط من أجل تسويه والمصدر أكد أن المدرب كان هناك مفاوضات معه من قبل في فترتين الأولى كانت بعد طرح اسمه من جانب زوجته ووكيلة أعماله بعد رحيله من النادي الآلي والمرة التانية قبل التعاقد مع أسوريو ولكن وقتها كان بيشتغل مع أهل جدة وبالتالي تم إلغاء الفكرة موسماني بالمناسبة من المدربين المحترفين جدا وكان مرة براسل وكيلة أعماله وكان بتقول لما سألتها على الزمالك ما فيش عرض ما قالتش أنه مش هيدرب الزمالك ما فيش عرض يعني ما جلناش عرض من الزمالك فالفكرة أنه وارد أنه موسماني يدرب الزمالك أعتقد وارد هل بقى الزمالك عايز موسماني الله أعلم الله أعلم ما أعرفش يعني هل دوله عرض مثلا فرج الوافق عليه أو يرفضه حسب المعلومات اللي عندنا الزمالك لم يقدم عرض عنده النية الله أعلم شكرا